السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قفنا على قول الماته رحيمه الله تعالى في باب الجمعة في باب صلاة الجمعة قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال تدأ المؤلف رحمه الله بسنن أو مسنونات الخطبة فقال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال وهو كذلك وهذا من من عقد الإجماع عليه أنه يسن للخطيب أن يكون مرتفعا أو في موضع عال كما هو عمل المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والخطيب يكون مرتفعا وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتفع في خطبته صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخل كان يخطب على جذع نخل فهو ارتفع على جذع هذه النخلة ثم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله لو جعلت لك منبر فإن عندي غلاما نجارا يصنع لك منبر فأذن لها صلى الله عليه وسلم فصنع النجار لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر فلما جئ بهذا المنبر فصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب في صلاة الجمعة إذ سمعوا حنينا كهنين العشار كهنين العشار جمعوا شراء وهي الناقة التي في بطنها حمل في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس يعني في بطنها حمل وتحن جاء في رواية البخاري قال فسمعوا لها حنينا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره فاحتضنها صلى الله عليه وسلم حتى سكنت حتى سكنت قال الصحابي فسمعناها والله وهي تحن كهنين الطفل أي أنها تبكي وهذا مما يدل على أن المنبر سنة وأنه يتخذ في خطبة الجمعة من أجل إسماع الناس وهذا هو الغاية وهذا هو الغاية من هذا المنبر أن يسمعه الناس وأن يراه الناس هذه حكمتان أن يسمعه الناس وأن يراه الناس فتعلمون في السابق أنه لا يوجد أجهزة كما في وقتنا المعاصر هذا يعني أجهزة التي تقوي الصوت وترفعه فأحسن طريقة هي الارتفاع من أجل أن ينتشر الصوت على المأمومين وكذلك الحكمة الثانية هي أن يراه الناس يعني كما تعلمون أن الإنسان يدرك ببصره وبسمعه ببصره وبسمعه فبعض الناس يحتاج لكمال الإدراك أن ينظر إلى الشيء وبعضهم يحتاج لكمال إدراك أن يكون السمع أقوى من البصر أو البصر أقوى من السمع فلهذا قيل فلهذا شرعت شرعت هذا المنبر من أجل أن يرتفع الخطيب فيراه فيراه الناس فيراه الناس قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال وهذا العلو لا ينبغي أيضا أن يكون مرتفعا جدا ليأذي الناس فإذا كان مرتفعا آذى الناس برفع رقابهم أيضا إلى السماء فإن هذا يؤذيهم وإنما يكون مرتفعا قليلا ولهذا كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري كان له ثلاث درج أو ثلاث زلف فقط وهذا يدل على أنه يكون متوسطا لا مرتفعا ولا نازلا أو لا إطا قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال وهذا محل اتفاق بين العلماء قال وكان أيضا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعته المرأة من شجر الطرفاء وهو شجر معروف في الحجاز شجر معروف في الحجاز وأقرب ما يكون له في أشجارنا المعروفة هنا الأثل لكن شجر الطرفاء أقل سماكة من الأثل جذعه أقل سماكة من الأثل لكنه يرتفع كما يرتفع الأثل وهو شجر الطرفاء المعروف قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم أيضا هذا من مسلونات الخطيب أنه إذا دخل على الناس فإنه يسلم عليهم وهذا سنة لا إشكال فيها لماذا؟ لأن كل من دخل إلى مكان فإنه يستحب له ويسن له السلام قال الله أجل العلاف إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخل المسجد ودخل البيت فإنه يستحب له السلام ولهذا جاء في صحيح مسلم من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ على أهله فإنه يسلم ويبدأ كذلك بالسواك صلى الله عليه وسلم قال وسلام خطيب إذا خرج وهذا محل اتفاق بين العلماء الموضع الثاني قال وإذا أقبل عليهم وإذا أقبل عليهم إذا صعد على المنبر أيضا يسلم مرة أخرى قبل أذان المؤذن وهذا هو الموضع الثاني الذي يسن فيه للخطيب أن يسلم وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يسن لما جاء في سنن ابن ماجة من حديث جابر رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم كان إذا صعد المنبر سلم وهذا الحديث فيه لين وجاء أيضا عند رواة صاحب المختارة الضياء المقدسي رواة حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم مرتين إذا دخل المسجد وإذا صعد المنبر وهذا أيضا إسناده في الضعف ولهذا ذهب مالك وابو حنيفة رحمه الله لأنه لا يشرع هذا السلام وهذا معمول به في بعض الدول الإسلامية أنه إذا صعد المنبر فإنه يكتفي بسلامه الأول عند دخوله إلى المسجد نعم ولا يسلم مرة أخرى اكتفاءا بسلامه عند عند دخوله وهذا هو مذهب مالك وابو حنيفة لأنه لم يصح عندهم عندهم حديث ولكن الصواب هو أنه يسلم لماذا؟ لأن الناس لم يستقبلوا سلامه كلهم عندما دخل لم يستقبله إلا من كان عند المنبر أو عند الباب فإذا دخل وسلم رآه الناس وسلم عليهم أيضا لتهيئ الناس عندما يسلم عليهم يعلم أنه دخل فالسلام مسنون أيضا في الموضع الثاني قال وإذا أقبل عليهم ثم قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا قال وجلوسه إلى فراغ الأذان نعم أيضا يسن أن يجلس المخطيب حال أذان المؤذن وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم كم الصحيحين من حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر جلس فإذا انتهى المؤذن وقام في خطب خطبتين صلى الله عليه وسلم وهذا من أجل أن يتهيأ الإنسان لأن الخطيب إذا صعد المنبر يحتاج إلى أن يترد إليه النفس وأن يجلس وأن يرتاح قليلا ولهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة العيدين أن الحنابلة استحبوا أن في خطبة العيد إذا صلى الخطيب إذا صلى الخطيب صلاة العيد فإنه يصعد إلى المنبر استحبوا له أيضا أن يجلس قبل أن يخطب مباشرة من أجل أن يترد إليه النفس وأن يستجمع نفسه لأن تعلمون أن المنبر له هيبة والناس لهم هيبة فإذا دخل الخطيب وصعد وجلس نعم ترد إليه نفسه وثم يقوم ويخطب قال وجلوسه إلى فراغ الأداني وبينهما قليلا كذلك من مسؤنات الخطبة أن يجلس بينهما خلافا للشافع رحمه الله فإنه يوجب الجلوس خلاف الجمهور الحنابلة والجمهور يرون أن الجلوس هذا سنة بمعنى أنه يجوز للإنسان يخطب خطبتين بدون جلوس طيب كيف تكون خطبتين وهو لم يجلس قالوا يفصل بينهما بسكته يفصل بينهما بسكته لكنه لا يجب هذا الجلوس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جل أنه لم يجلس في أي خطبة من خطبه في الجمعة حتى قال جابر كما في صحيح مسلم من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب فقد كذب وإنما كان يجلس صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين قال وقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفي صلات وهذا من شيء المبالغة لأنه لا يمكن أن يكون جابر صلى ألفين صلاة لكنه من باب المبالغة وهذا معهود عند العرب يبالغون في الأرقام العدد هذا لا مفهوم له قال الله جلوه على أن تستغفر لهم سبعين مرة فلي يغفر الله لهم فهذا العدد لا مفهوم له يعني هذا أنه لو استغفر لهم 71 استغفار أنه يغفر لهم كلا وإنما هو لا مفهوم لا مفهوم لهذا العدد قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا أن هذا من مسنونات الخطبة وهذا هو الصحيح أنه من السنن خلافا للشافع رحمه الله فما مقداره لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته نعم أنهم حددوا هذا الوقت وإنما الفقهاء الحنابلة قالوا هو بمقدار قله الله أحد سورة الإخلاص يعني هو بمقدار أن يقرأ الخطيب قله الله أحد وهذا يدل على أنه قصير أنه قصير من أجل أيضا أن يرتاح الخطيب ويجلس ثم يتهيأ لخطبة مرة أخرى وهذا على سبيل التقدير هذا على سبيل التقدير وإنما هذا ما رده إلى العرف كل ما جاء في الشريعة ولم يكن له محددا ولم يكن له تحديد من الشارع فإن نرجع في ذلك إلى العرف فالعرف هو ما يترد إلى الإنسان نفسه وما يجلس فيه وما يتهيأ به للخطبة الثانية هذا هو المقصود من الجلوس ثم قال رحمه الله تعالى قال والخطبة قائما والخطبة قائما نعم هذا أيضا من مسؤنات الخطبة أن يكون الخطيب قائما لا جالسا لكن لو خطب جالسا صحت الخطبة ولا يأثم ولا يأثم وهذا هو المشهور ماذا بأحمد رحمه الله تعالى الشافعي والدليع لهذا قالوا إن القيام والجلوس غير مقصود وإنما المقصود هو هو اللفظ والكلام والخطبة لكن السنة هي القيام بخلاف الشافعية والمالكية فإنهم أوجبوا القيام وقالوا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ينبغي التساهل في الخطبة لمن كان قادرا عن القيام أن يجلس وقلت لكم قبل قليل أن ابن جاب رضي الله تعالى أقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب فقد كذب أي أنه لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالس لكن لو أن الخطيب عندما قام أحس بي بدوار أو تعب فجلس وخطب الناس صحت صلاته صحت خطبته عند عند الحنابلة والشافعية والشافعية وهو الصحيح أن الجلوس سنة لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي التساهل فيها قال رحمه الله تعالى والخطبة قائما قال معتمدا على سيف أو عصى معتمدا على سيف أو عصى أي أنه يعتمد على شيء أنه يعتمد على شيء لأنه أشد تمكنا في وقوفه إذا اعتمد على شيء سواء كان سيفا أو عصى السيف لأن هذا كان عادة الناس أنهم كانوا يحملون إيش كانوا يحملون السيوف فلو قال على عصى ولم يقل السيف لحتاج الناس إلى أنهم نعم يتشددون في البحث عن عن العصى وليس هذا المقصود به هو أن السيف مقصود والعصى مقصود وإنما هو المقصود هو الاعتماد المقصود هو الاعتماد لا جنس العصى ولا جنس ولا جنس السيف هذا ليس هو المقصود ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم بن حزن عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخصرة والمخصرة هي العصى هكذا فدل هذا على أن قول الفقهة على عصى أو السيف ليس المقصود هو أنه ذات السيف أو ذات القوس أو ذات القوس هو المقصود ولهذا قال بعض الفقهاء إن الاعتماد على السيف ليدل على أن هذا الإسلام انتشر بالسيف وهذا زيادة في المعنى غير مقصودة هذا غير صحيح أن هذا هو المقصود من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد على قوس أو اعتمد على سيف وإنما كان هو المعتاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل الناس سيوفهم وقواسهم والوتر للسهام وما شابه ذلك لكن إذا وجد العصى فإن هذا هو أيضا في نفس المعنى والاعتماد على السيف أو القوس أو العصى أو أي شيء نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على استحبابه نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على استحبابه عند قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام قال هي عصايا نعم أتوكى عليها وأهش بها على غنمي وذكر المفسرون وغيرهم نعم فوائد حمل العصى وأن العصى ليس لكبار السن وأن العصى ليس المقصود بأن يحمله كبار السن بل إنه يحمله الشباب ويحمله الكبار وذلك لأنه فيه فوائد عظيمة وفيه فوائد كثيرة خاصة إذا كان إنسان يحتاج له في الصحراء أو في نحو هذا فإنه وحيانا قد يحرصه من الهوام ويدفع عنه السباع وذلك فنقل القرطبي الإجماع على استحبابه وفي زماننا هذا الآن أصبح أمام الخطيب نعم ما يقوم مقام هذا العصى وهو هذا المتكأ وهذا الذي يكون بين يديه فإنه يستطيع أن يضع يده ويعتمد عليه فليس المقصود هو ذات العصى أو ذات السيف أو ذات القوس وإنما المقصود هو الاتكاء من أجل أن يكون أمكن له في خطبته وفي قيامه وفي اتكائه ولو حصل له شيء فإنه يستطيع أن يستمسك وأن يستوثب قال ومعتمدا على سيف أو عصى قال قاصدا تلقاءه قاصدا تلقاءه أي أنه لا يلتفت أي أن الخطيب لا يلتفت يمينا ولا شمالا قال الفقه ونقل الموردي رحمه الله تعالى إجماع الفقه على أنهم يكرهون الخطيب أن يلتفت يمينا وشمالا ومما يظهر الله تعالى أعلم أن حكاية الأوائل عن كراهة الالتفات هو أن الالتفات إذا التفت يمينا ضعف الصوت عن الجهة اليسرى وإذا التفت إلى الجهة اليسرى أضعف الصوت عن الجهة اليمنى والمقصود من الخطبة كلها هو إسماء الناس هذا هو المقصود فلعل الفقه لوائل كرهوا الالتفات يمينا وشمالا هو من أجل إضعاف الصوت أما في زماننا الآن فإن الخطيب ينتقل مع الميكروفون أمامه ولا يضعف الصوت لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أولى هل هو الالتفات أم عدمه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد هو التوسط والاعتدال هذا هو المقصود بقوله قصدة إذن نرجع فنقول إن حكاية الموردي رحمه الله في الإجماع أنه يكره أن يلتفت ويمينا أو شمال لعل هذا من أجل إضعاف الصوت من أجل إضعاف وهذا راجع إلى حال الخطيب إذن لا نقول بأن هناك سنة في شيء سواء الالتفات أو عدم الالتفات وإنما هذا راجع إلى الخطيب نفسه فإن أراد أن يلتفت وهذا من شأنه وهذا من عادته فهذا لا يلتفت وإن كان من عادته أن لا يلتفت ويرى أن نظره أمامه أنه أمكن له وأنه أحسن له فالأمر في ذلك يسير ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاصدا تلقاءه أي أنه سنة أن يقصد تلقاء وجهه وقد أغرب بعض الفقهة فحكى الإجماع أيضا على أنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا مع أن بعض الحنفية نص على أنه لو التفت في بعض الخطبة فلا حرج قال قاصدا تلقاءه قال وتقصيرهما والثانية أكثر قال وتقصيرهما أي تقصير الخطبتين أي أن الخطبتين تكون قصيرة وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه مئنة من فقهه ومئن أي علامة ومظنة أنه فقيه أنه فقيه يعني أن الفقيه هو الذي تكون خطبته قصيرة وليست طويلة لماذا لأن طول الخطبة نعم ينسي الكلام ينسي يعني بعضه بعضا ويحتاج إلى معلومة واحدة أو معلومتين أو ثلاث فإذا طال الكلام نعم تشعبت المسألة وخرج الناس لم يفقه شيئا وقد جاء عنده بداود محن الجاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرات كلمات يسيرات أي أنه لا يطيل وقبل تقريبا خمسة عشر عاما كنت خطيبا في الجامع وخطبت ولم تكن طويلة لكن العادة كانت تقريبا عشرين دقيقة أو اثنين وعشرين دقيقة وكان في روضة الخلفية مباشرة كبير سن لأول مرة أراه في الخطبة وفلما انتهيت من الخطبة سلم عليه ودعا وشكر فقال يا بني لا تطيل الخطبة فإن الكلام ينسي بعضا بعضا هكذا فقلت له هل تذكر شيء ما ذكرته قال كنت منتبها معك والآن لا أذكر حديث ولا أذكر آية أمسك الآية هذه ثم لجت الآية الثانية مسكتها وراحت لخلفها وإذا جاء حديث مسكت هذا نعم فكانت يعني فعلا نصيحة ثمينة من كبير السن هذا نعم وهو أن الخطيب لا يكثر الكلام لأن المصلي إذا صلى وحضر وحفظ آية في موضوعك وحفظ حديث من رسول الله صلى الله عليه وكلامه للعلم وشرح عليه وخرج الناس بهذه الآية وهذا الحديث الذي يؤدي المعنى الذي يؤدي المعنى ويوصل المعنى بسهولة ويسر نعم خرج الناس وهم قد علقت في أذهانهم هذه الآية التي لم ينسخ شيء وهذا الحديث الذي لم ينسخ شيء وجربنا هذا فوجدنا أن الناس إذا لم تكثر عليهم حتى ولو كانت كلها نصوص من القرآن أو من السنة نعم إذا أكثرت عليه مجدت أن لأن الذين يحضرون معك أكثرهم عوام لا يحضر معك طلبة علم يحتاج إلى كثرة سرد الأدلة ويحتاج إلى تجديد الأدلة عليه وإنما أكثر الحاضرين هو يعني ليسوا بطلبة علم تكفيهم الآية الواحدة ويكفيهم الحديث الواحد ويكفيهم التعليق على هذا الحديث إلا إذا احتاج الأمر إلى ذلك إذا احتاج الأمر إلى أن تذكر أكثر من حديث أو احتاج الأمر إلى أن تذكر أكثر من آية فهذا لا إشكال فيه لكن أحيانا يكون المعنى يصل إلى العوام والناس والحضور بآية واحدة مفيدة أو بحديث واحد مفيد فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن طول الصلاة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي الآن بأنه أيضا يقرأ أو ما ذكر الشيخ الشيخ ما ذكر أيضا هنا ما الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ما ذكر الماتن ما هو السنة والسنة في قراءة سورة الجمعة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كثيرة من حيث النعمان بن بشير في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقين وسورة الجمعة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقرأ بسبح والغاشية وثبت عنه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة وسورة الغاشية وهذا على سبيل التنوع نعم التنوع كل هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة صلاة الجمعة الأعلى والغاشية مع أنه كان يقصر الخطبة هل هذا معناه أن الخطبة تكون أقل من وقت صلاة وقراءة جمعة الأعلى والغاشية كلا لسه هذا المقصود كثير من الناس فهم من الحديث أكثر مما يدل عليه الحديث ليس فيه أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف ليس فيها مقارنة ليس فيها مقارنة هذه أطول أو هذه أكثر ليس فيها مقارنة أن تكون الخطبة أطول وأن تكون الصلاة هذا زيادة على فهم الحديث وإنما الحديث فيه أن خطبته كانت قصدا وأن صلاته كانت قصدا باعتبار الصلاة وباعتبار الخطبة فما عده الناس في خطبهم طويلة فهو طويلة وما عده الناس قصير فهو قصير وما عده الناس متوسطا فهو متوسط بغض النظر عن وقت الصلاة ووقت الخطبة فليس الحديث فيه أن تقارن كم جلست في الخطبة وكم جلست في الوقت بين الصلاة فتقول لا تكون الخطبة أطوى من الصلاة هذا زيادة على النص هذا زيادة على فهم النص ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا خطبتكم أقصر من صلاتكم نعم ليس فيه هذا الحديث وإنما فيه أن خطبته قصيرة وصلاته طويلة فالصلاة ننظر إليها بمنظار الصلاة ما الذي يكون طويلا وما الذي يكون قصيرا وكذلك الخطبة ننظر إليها بمفهوم الخطبة ما الذي يكون فيه طويلة الخطبة وما الذي يكون فيه قصيرا فلا نجلس نقارن نقول الله الخطيب جلس عشرين دقيقة وخمسة عشر دقيقة في الخطبة وجلس ثمان دقائق في الصلاة إذن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير مراد البتة هذا غير مراد وإنما هو المراد أن الصلاة بحسبها والخطبة والخطبة بحسبها قال وتقصيرهما والثانية أكثر نعم الثانية تكون أكثر وأطول من الأولى قال والدعاء للمسلمين الدعاء للمسلمين وهذه لأنها موضع إجابة الدعاء للمسلمين في الخطبة وموضع إجابة لأنه جاء في صحيح مسلم حيث موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أن أبا بردة سأل ابن عمر سأل أبا بردة رضي الله تعالى عنه فقال هل سمعت من أبيك وأبوه وأبوه موسى الأشعري حديثا في ساعة الإجابة في يوم الجمعة فقال نعم سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ما بين أن يجلس الخطيب حتى ينتهي من صلاته وهذا الحديث رواه مسلم وهو معلم بالوقف وهو معلم بالوقف أي أنه من كرام بموسى الأشعري ليس مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه رواه مسلم في الصحيح لكن هذا هو موطن إجابة وهو مذهب كثير من العلم حتى قال محمد رحمه الله أرجح المذاهب في ساعة الإجابة أنها في موضعين في صلاة عند صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي الصلاة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة فكون إنسان يدعو للمسلمين فهذا موضع إجابة هو يقول والدعاء للمسلمين وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه يدعو للمسلمين بأن يبعد الله الفتن وأن يسأل الله لهم الأمن وأن يسأل الله لهم الرغد في العيش وأن يسأل الله لهم العافية في دينهم وفي أبدانهم ويقول وأبيح لمعين كالسلطان وأبيح لمعين كالسلطان أيضا يباح للمعين مثل السلطان أن يدعى له وهذا لا إشكال فيه بل إن ابن قدامى رحمه الله تعالى قال بل هو حسن يعني كأنه قال أبيح هذه بل قال بل هو حسن أن يدعو الخطيب للإمام في خطبته لأنه موضع إجابة لأنه موضع إجابة وحتى ابن نوي رحمه الله تعالى في المجموع لما تكلم عن الدعاء قال والدعاء للمسلمين ولأولاة أمر المسلمين قال أمر متفق عليه بين العلماء أمر متفق عليه بين العلماء أي أنهم يستحبون الدعاء لولاة الأمور لماذا؟ لأن في صلاح ولاة الأمور صلاح للرعية صلاح للرعية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة حتى قال الشيخ دعيزمباز رحمه الله تعالى قال هو منهج السلف أن يدعو الخطيب في خطبته وفي غيرها أن يدعو لإمام المسلمين أن يدعو لإمام المسلمين لأن في صلاحه صلاح للبلاد والعباد صلاح للبلاد والعباد حتى قال إمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي بكر المنروزي رحمه الله قال يقول أن الإمام أحمد رحمه الله قال إني لأدعو للمتوكل بالصلاح والتسديد والعافية وأرى ذلك واجبا علي هذا يقول إمام أحمد رحمه الله يقول وأرى ذلك واجبا علي لماذا؟ لأن في صلاح السلطان صلاح للناس وهو وهم المنتفعون من هذا الصلاح والفضل بن عاضي يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان فاستغرب الناس فقال لأن في صلاحي للسلطان صلاح صلاح للناس أما في صلاحي صلاح لوحدي فقط فكون الناس يدعون لولاتهم وولات أمور المسلمين في خطبهم هذا أمر مشروع ومستحب وينبغي أن يعني يدعى له في هذا المنبغ لأنها ساعة إجابة ويستغل هذا الوقت الثمين مدام أن فيه إجابة للدعاء وهناك المؤلف رحمه الله قال أوبيح لماذا لأن هناك من العلماء من قال إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة إنهم كانوا يدعون للخلفة في الخطب فاستوحش من أن يجعلها مستحبة أو سننة يعني قال هذي ليس عليها يستطيع عليها عمل الخلفة فاستوحش أن يقول بأن هذه من مسنونات الخطبة وهي غير موجودة لا في لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أهد الصحابة فاستوحش أن يقول هناك بأن هناك سنة وهذا نظر ضعيف هذا نظر ضعيف لماذا لأن الخطبة لم تحدد أجزاؤها ما الذي يقال فيها وما الذي لا يقال فيها يعني ما الذي يقال فيها فقط ومنع منه غيرها وإنما حدد أركانها لكن لم يمنع ما يقال فيه غيرها ولا يمنع أن يذكر الناس بأمور لم يذكر فيها يعني مثلا مما استجد على الناس ومما حدث للناس لأن كل الناس لم يخطب من قبل بهذه المواضيع وموضوعات فتستجدون أنتم هذه الموضوعات فلهذا نقول أن الصحيح هو أنه يسن ويستحب أنه يستحب الدعاء للخطيب في للسلطان ولعمومي ولاة أمور المسلمين في الجمعة قال رحمه الله أحسن الله إليك قال رحمه الله وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست نعم أسبك قال وهي ركعتان نعم هذا باتفاق المسلمين أنها ركعتان أنها ركعتان وهذا تواتر عليه عمل المسلمين إلى عصرنا هذا أنها ركعتان قال يقرأ في الأولى نعم ذكرنا نظن أن أما ذكر قال يقرأ في الأولى أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية بالمنافقين قوله يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وهذا ذكرنا أنه في حيث النعمان بن بشير في الصحيح قال والثانية المنافقين هكذا قال المنافقين وهو وجهة صحيحون يعني في أسماء سور القرآن التي تختلف عرابها في موضع العراب يجوز أن تجعلها في موضع العراب وأن تجعلها على الحكاية فتقول سورة المنافقين وتقول سورة المنافقون يجوز هذا في الوجهان إن أعربتها فهو على حساب موضعها قل سورة المنافقين وضافون إليه وهي جمع ذكر سالم لا إشكال نعم مجرون بليها أو قل سورة المنافقون والمنافقون على الحكاية وهي في محل جر بالإضافة ولهذا حتى الشاطبي رحمه الله استعمل هذا الأسلب هو من أئمة القراء يقول رحمه الله تعالى وَلِدِينِ قُلْ فِي الْكَافِرِينَ أَتَحَصَّلَٰ وَلِدِينِ قُلْ فِي الْكَافِرِينَ أجعلها مجرورة أولم يجعلها هذا شيء معتاد عند أهل العلم قال رحمه الله وحرم إقامتها وعيد وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة يحرم إقامتها وإقامة عيد يعني وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة يحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع في البلد وانتبهوا ما أدري أن نبهنا في الدرس الماضي أو لا أن تكلمنا عن نظر العلماء لهذه المسألة بنظرين فرقوا بينهما النظر الأول وهو هل إذن الإمام شرط لإقامة الجمعة والنظر الثاني تعدد الجمعة ما أدري أننا ذكرناها أو لا نعم نظر الفقه لهذه المسألة من وجهين الوجه الأول هل يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة ما هي صورة هذه المسألة هذه بلدة أو قرية فيها أناس ولعلهم نزلوها الآن أو نزلوها قبل شهر حتى كثروا فأرادوا أن يقيموا جمعة هل يشترط إذن الإمام لإقامتها والبدء فيها أم لا هذه مسألة عند الفقه المسألة الثانية هنا جامع موجود في البلد والناس يصلون فيه فنريد أن نزيد جامعا آخر هل يشترط إذن الإمام أو لا هذه مسألتان فليست المسألة الأولى هي المسألة الثانية أما المسألة الأولى وهي هل يشترط إذن الإمام جمهور الفقه على أنه لا يشترط إذن الإمام وهو الحمدها بالحنابلة إذا كانوا في بلد ووجدت فيه شروط الجمعة التي مرت معنا في السابق أن يكون ببناء مستوطنين ببناء والعدد على الخلاف في العدد وما ذكرناه في الشروط السابقة إذا وجدت هذه الشروط فالحنابلة لا إشكال عندهم أن تقام الجمعة لا يستأذن الإمام فيها هو لم يمنع وإنما هو لا يستأذن لا يشترط أن نقول ما نقيم الجمعة حتى نذهب إليه ونقول له هل نصلي أو لا ولم يمنع وإنما نقول له لا نشترط أن نقول يا أيها الإمام هل نصلي في هذه المسجد في هذه الجمعة في هذا البلد الجمعة أو لا لا يشترط عند الفقه بخلاف المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا هنا يقول حرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد في أكثر من موضع عيد الجمعة الثانية وكذلك العيد هنا موجود حتى العيد صلاة العيد نحن في بلد والشروط موجودة هل يشترط أن نقيم صلاة العيد يشترط أن نستأذن الإمام لا يستأذن عند الحنابل لكن لو أردنا أن نقيم صلاة عيد في موضع آخر في نفس البلد يشترط أن الإمام نعم إذن هنا مسألتان يفرق بينهما ماذا يتكلم عن المؤلف عن المسألة الأولى ومسألة الثانية عن المسألة الثانية قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أنه يحرم والدليل على هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في المدينة في المدينة في نفس البلد هناك أكثر من ستة مساجد لإقامة الجماعات لإقامة الجماعات ولا يوجد إلا مسجد الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا قالوا أنه دليل على أنه لا يجوز وضع جمعة إلا في إلا باستئذانه فإذا أذن صحت لماذا هذا الاستئذان؟ لأنه أعلم بشروط الجمعة وأعلم بحاجة الناس ولو ممكن الناس من هذا نعم لجعل كل أربعة أو كل عشرة أو كل عشرين وكما سبق لنا الجمعة لها شروط إقامتها لها شروط لا بد من أن ولي الأمر أو من ينيبه هو من يقف على هذه الشروط وهو المعمول به في بلدنا أنه لا يقام مسجد جمعة إلا بفتوى شرعية وبإذن من الأوقاف وبإذن من الأوقاف حتى تجد الجامع المسجد بني له سنة وسنتين وهو جامع كبير ومع ذلك لا يصل فيه جمعة لماذا؟ لأنه لا بد من لا بد من أن يأتي الموافقة على هذا الجامع بل لا يجوز أن يقام فيه جمعة من غير إذن الجهة الرسمية لأنه كما ترون الآن قال وحرم إقامتها حرم إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة والحاجة ما الذي يحددها؟ نعم الذي يحددها هي الجهة المخولة من ولي الأمر وهذا هو مذهب جمهور الفقهة أنه لا يصح إلا لحاجة خلافا لرواية عن نبي حنيفة ومذهب دوض الظاهري أنه يجوز تعدادها من غير أشتراط لكن هذا ضعيف ويؤدي إلى الفوضى يؤدي إلى الفوضى قال رحمه الله تعالى قال إلا لحاجة وما هي هذه الحاجة؟ تباعد الناس وهذه المسألة هي من النوازل تعتبر في عهد السلف هذه المسألة تعتبر من النوازل لماذا؟ لأنه ما كانت المدن كبيرة ما كانت المدن كبيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أي بكر نعم حتى بدأت الأمصار تكبر حتى بدأت الأمصار تكبر ويحتاج الناس إلى أكثر من موضع جمعة لكنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه حاجة لماذا؟ لأن المدن صغيرة قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست هذا هو مشهور ماذا بأحمد رحمه الله أن أقل الجمعة ركعتان وأكثرها ست لماذا؟ قالوا جمعنا الأحاديث فوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا كيف؟ قالوا جاء في الصحيحين بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته صلى ركعتين في بيته وجاء في الصحيحين بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها كم؟ أربعا فليصلي بعدها أربعا فقالوا إن الأربع مع الاثنتين تكون كم؟ تكون ستة تكون ستة هذا هو أكثر ماروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أهل السنن أنه كان إذا صلى في مكة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعان فصلى كم ست نعم ست ركعات وإذا صلى في المدينة صلى ركعتين فسوء الفقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ العلماء أن أكثره ست وأن أقله ركعتين والقول الثاني في المسألة هو أنه يصلي أربعا ولا تصل المسألة إلى ست لماذا لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه هو حديث قولي وحديث ابن عمر هو حديث فعلي والقول مقدم على الفعل وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة فقال إذا صلى أحدكم فليصلي أربع ركعات هكذا خاطب الناس هكذا ولو كان الأفضل الست لذكر الست وبن تيمية رحمه الله وإسحاق بالرهوية مشوا على ظاهر النص فقالوا إن صلى في بيته صلى صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى صلى أربع يعني حاولوا أن يجمعوا بين النصوص لكن هذا الجمع مشكل حقيقة لماذا لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى أحدكم في المسجد قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ما قال في المسجد ولا قال في بيته وهذا أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى في بيته صلى ركعتين هذا فعله صلى الله عليه وسلم وقد يكون له تأويل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس فقال إذا صلى أحدهم فليصلي أربعهم لهذا نقول السنة هو أن لا تقل عن أربع ركعات لحديث يبي هرير رضي الله تعالى عنهم ثم قال رحمه الله وسنة سنة الله إليك قال رحمه الله وسنة قبلها أربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام نعم قال رحمه الله وسنة قبلها أربع غير راتبة وسنة قبلها أربع غير راتبة هذا هو مذهب الجمهور أن لصلاة الجمعة راتبة قبلها أن لصلاة الجمعة راتبة قبلها وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه ولذلك قال سنة قبلها أربع يعني محدد لكنها ليست من الروات لكنها ليست من الروات هذا مذهب جمهور الفقهة أن لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة أن لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة بأربع ركعات بأربع ركعات وأن أعلاها أربع واستدلوا على هذا بأن هذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا واستدلوا أيضا بأنها الجمعة نيابة عن عن الظهر وصلاة الظهر يسن أن يصلى قبلها أن يصلى قبلها أربعا والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وانتصر له بن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك تحديد للنوافل قبل صلاة الجمعة وإنما يصلي الناس حتى من أراد أن يصلي ويكثر من غير عد ومن غير تحديد فيصلي الإنسان قدر حاجته أو قدر استطاعته أو قدر احتياجه وما ينفعه لقلبه فإن رأى أن قلبه ألين له بالصلاة صلى حتى يدخل الخطيب وإن كان يرى أن قلبه ألين له بقراءة القرآن فإنه يصلي الضحى ثم يقرأ ما شاء أنه ليس هناك تحديد ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح أنه قال أو فعل كان يصلي قبل الجمعة شيئا لم يرد في أي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدد قبل صلاة الجمعة صلاة لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفت مشاربهم اختلفت مشاربهم في الصلاة قبل الجمعة فمن الصحابة كابن عمر رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة ويطيل الصلاة حتى يخرج الخطيب حتى يخرج الخطيب فكان يصلي لكن يشترط أن لا يكون هذا على سبيل الشهرة وأن لا يكون الإنسان أن لا يؤدي به إلى الرياء أو أن يرى في نفسه شيئا حتى يمام مالك رحمه الله قال أكره للرجل أن يطيل الصلاة خشية على قلبه يعني أنا أخشى أنه يطيل الصلاة ويصلي حتى نعم فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه أنه على خطر من أن يدخل عليه الرياء فإن الرياء محبط للعمل فلا يستحب له أن يفعل هذا وإن كان في مأمن من نفسه بطول صلاته أو بكثرة صلاته في مأمن من نفسه فهذا فالصلاة خير فالصلاة خير موضوع يعني لا شك أن الصلاة تجمع فيها القراءة القرآن ويجمع فيها التسبيح ويجمع فيها التهليم ويجمع فيها الركوع ويجمع فيها السجود فالإنسان طبيب نفسه فالصحابة اختلفت مشاربهم ومن الصحابة رضي عنهم من كان يصلي ركعتين ويجلس حتى يدخل خطيب وهو جالس ينتظر الخطيب ولا يصلي فهذا يبدو على ماذا أن الأمر في ذلك واسع وليس فيه سنة لكن الانتظار الخطيب يوافق دخول المسجد في هذا الوقت يوافق ماذا يوافق صلاة صلاة الضحى فلا ينبغي الإنسان يفرط في هذا الوقت فيصلي الضحى ما شاء وسيأتي أو سبق لنا أن صلاة الضحى ليس لها حصر ليس لها حصر ويصلي للنسان ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان خلافة من قال بأن أكثرها ثمان هذا غير ضعيف وإنما الصواب أن صلاة الضحى لا حصر لها فلينظر الإنسان إلى ما هو أولا لقلبه فالصحيح أنه ليس لها راتبة وليس لها أيضا سنة محددة ليست لها سنة محددة بعدد ليست لها سنة محددة بعدد قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه يستحب أن يقرأ الإنسان سورة الجمعة في يوم الجمعة استحب له قد انعقد الإجماع العلماء لأيما الأربعة نصوا على هذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله سورة الكهف نعم سورة الكهف حسنت نعم سورة الكهف سورة الكهف نعم بالجمعة نعم استحبوا على أنه يستحب له أن يقرأ سورة الكهف نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله قال أستحب للرجل أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلى هذا عمل المسلمين أنهم كانوا يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة واستدلوا على هذا بحديث أبي سعيد الخدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فمن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين أضاء له ما بين الجمعتين في رواية أضاء له ما بين السماع والأرض وهذا الحديث مختلف المحدثون في رفعه ووقفه مختلف المحدثون في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف وهذا رجح الإمام عبد الرحمن النساء رحمه الله أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث له حكم الرفع له حكم الرفع لأنه لا يأتي عن طريق العقل كون نبي سعيد الخدي رضي الله تعالى عنه يقول أضاء له ما بين الجمعتين أضاء له ما بين السماع والأرض هذا لا يمكن أن يأتي للإنسان من عقله وإنما قطعا قد اعتمد على قد اعتمد على توقيف وعلى نص فكونه اختار سورة الكهف وكونه بتحديدها وكونه اختار أيضا يوم الجمعة بتحديده فهذا أيضا يدل على أنه قد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يعرفها للعلم وهي الأحاديث التي لها حكم رفع أحيانا تأتينا أحاديث في كون تكون موقوف على الصحابة لكن العلماء يقولون لها حكم الرافع لأنها لا تأتي عن طريق العقل وهذا الحديث فيه مسألتان من حيث الأسانيد والمتن المسألة الأولى هل الحديث مرفوع أو موقوف نقول الصوبة أنه موقوف وهو هو حديث هذا هو هو حديث كفارة حديث الدعاء بعد الوضوء هو هو إسنادا ومتنا هو هو يعني إذا تعرفون الحديث ذكرناه بباب الوضوء نعم أن الإنسان إذا توضع ثم قال سبحانك الله ومحمدك أشهد ولا إله أن تستغفرك أتوب إليك طبي علىه طابع فلم يحل إلا في يوم القيامة هذا الحديث هو هو حديث بسعيد هذا في قراءة الجمعة وفي الدعاء بعد التشاهد هو هو ويروى أحيانا بنفس الإسناد ونفس المتن أثنين يجمعهما الراوي فالحديث هناك نقول بأنه موقوف وهنا أيضا هو هو موقوف لكن له حكم له حكم ربع هذه مسألة المسألة الثانية أن المحدثين أيضا أو الباحثين في هذا الحديث أيضا قالوا إن قول في الحديث بسعيد الخدري أن قوله من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فاختلفوا في هذه اللفظة تحديد يوم الجمعة هل هي ثابتة أم لا لأنها جاءت من طريق هشيم من طريق شعبة فبعضهم شعبة لم يذكر كلمة يوم الجمعة وهشيم ذكرها فقال يوم الجمعة فقالوا إنه لم يحدد إنه لم يحدد فتقرأ في الأسبوع من غير تحديد يوم معين وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر ظاهر هذا الكلام والإعلال هذا فيه نظر ظاهر لماذا؟ لأن قولنا أيضا أنها تستحب أن تقرأ في كل جمعة في يوم من الأيام هذا أيضا ما فيه بالحديث فإذا أنت زلت من الحديث من قرأ سورة الكهف إذا أزلت يوم الجمعة أضع لهم ما بين أضع لهم ما بين المشرق ومن السماء والأرض إذا أزلتها نعم ما بقي في الحديث دليل على أنها حتى في الأسبوع حتى في الأسبوع هذه غير موجودة وإن قلت ما بين الجمعتين أخذت ما بين الجمعتين دليلها أنها تقرأ في يوم في يوم الجمعة فهو استدل بيوم الجمعة استدل بهذه اللفظة من غير أن يشعر يعني من أنكر لفظة يوم الجمعة هو استدل باللفظة من غير أن من غير أن يشعر كونه يقول بأنها تقرأ في كل أسبوع من غير تحديد هو استدل بلفظة الجمعة أو ما بين الجمعتين من غير من غير أن يشعر فأنت بين عمرين انضعفت يوم الجمعة إما أن تقول بأنها تقرأ مرة في العمر نعم وأضاءت لك وهذا مرة واحدة وهو لا أحد يقول بهذا ولهذا نقول إن المعول على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو إجماع العلماء وإطباقهم ولا يوجد بعالم إلا ويذكرها في سنة الجمعة ولا يعلم أن أحد أنكرها أنها من مسلونات يوم الجمعة قال وإقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء نعم كثرة الدعاء أيضا يستحب كثرة الدعاء في يوم الجمعة لماذا؟ لأنه ثبت في الأحاديث المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في يوم الجمعة أنه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه إلا أعطاه الله إياه وهذا من شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا من فضلي وشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأجور العظيمة يعني في يوم واحد يكون فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه فحري بالنفوس نعم أن تستغل هذه الساعة وبعض الناس قد لا يتمكن من أن يجلس في مسجد ولكن عليه أن يتحرر في كل لحظة في كل عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة يعود نفسه في يوم الجمعة أنه يقول اللهم اغفر لي اللهم اصلح نيتي اللهم اصلح دريتي اللهم ان يسألك العفو العافية اللهم اتوب علي في يوم الجمعة ينبغي له أن يستغل ولو أن يجعل المنبه لكل ربع ساعة أو ثلث ساعة ينبيه على أن يستغل هذه الدقائق وهذه الساعات لماذا؟ لأن هذا شرف عظيم أن يكون الإنسان له في هذه الساعة ما يدعو بشيء إلا يستجيب الله له جل وعلا فلو أن الإنسان جعل له منبها أو شيئا من ذلك والآن المؤلمة المتيسرة إذا كان لا يستطيع أن يجلس في مسجد ويتحرى إلى غروب الشمس عليها أن لا يفوت هذه المصلحة بأن يفعل ما يعينه على كثرة الدعاء وقد اختلف العلماء لأن المؤلف رحمه الله قال وكثرة دعاء اختلفوا متى هذه الساعة حتى ذكر العلماء لأنها غير محددة ذكروا أكثر من خمسة وعشرين قولا ذكروا أكثر من خمسة وعشرين قولا في تحديد هذه الساعة أشهر هذه الأقوال كما قال يونحمد رحمه الله هما قولان إذا ذكرتها لكم قبل قليل أنه من حين ما يصعد الخطيب على منبره إلى أن تنتهي الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة والموضع الثاني هو من صلاة العصر إلى آخر إلى آخر العصر من غروب الشمس ويطوى أيضا في آخر ساعة من صلاة من وقت العصر واستدل القائلون بأنه عند الصعود الخطيب نعم بما ذكرت لكم في حديث بموسى لاشعي رضي الله تعالى عنه من دولة أي بردة عندما سأله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هل سمعت من أبيك شيئا في ساعة الجمعة فقال إني سمعت أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يصعد الخطيب إلى أن تنتهي من صلاته وهذا الحديث في مسلم لكن أهل العلم منهم الدار قطن رحمه الله أعلّه بالوقف على أبي موسى لاشعي وهذه المسألة مختلف فيه الصحابة أيضا وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال اجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة لحددوها قال فلم يختلفوا فيما بينهم أنها آخر ساعة من النهار أنها آخر ساعة من النهار وجاء في حديث أبي غرير اللي ذكرت لكم قبل قليل أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله من خلال الدنيا إلا أعطاه الله إياه قال في رواية أبي داود وهي بعد العصر وهذه الزيادة شاذة وهذا هو الذي جعل العلماء والصحابة يختلفون في تحديد هذه الساعة ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال أرجى ساعة في يوم الجمعة هما ساعتا لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيهما أبو هرير ذرعان لما روى هذا الحديث قال إني سمعت رسول الله يقول في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم فأخذ بيده يقللها أو قال يقلبها أي أنها ساعة ساعة قصيرة ساعة قصيرة وهي حرية أن تكون قصيرة فإذا كانت من صعود الخطيب إلى أن ينتهي صلاة هذه طويلة بالنظر إلى 24 ساعة في اليوم والليلة هذه قصيرة هذه قصيرة ليست طويلة وكذلك إذا قلنا في آخر ساعة من العصر أيضا ليست هي ليست هي بالطويلة فنسأل الله أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته قال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله مصلي عنه وهذا من عقد الإجماع عليه أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث أوس بن أوس عند أبي داود وأحمد في المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة عليه قال الصحابة يا رسول الله كيف تعرضوا عليك وقد أرمت يعني قد بليت صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأن الأرض الأصل أنها تأكل تأكل الجسد الأرض تأكل ما عليها هذا هو الأصل ولهذا جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب أو قال عجم الذنب كل ابن آدم تأكله الأرض يعني كل جسد تأكل الأرض إلا عجب الذنب أو قال عجم الذنب وعجب الذنب هو العظم الذي بين بين الوركين يسمى العصص هذا لا تأكله الأرض ومعنى لا تأكله الأرض ليس معناه أنه نراه لا يلزم هذا تأكله الأرض ولكن يبقى ما يركب منه لا يلزم أنك إذا فتحت القبر بعد 40 سنة أو 50 سنة أن تجد هذا العظم موجودا ولكن موجود في هذه الأرض أجزاء هذا العجب هذا العجب ولهذا قال في الحديث قال إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب منه خلق ومنه يركب متى يركب؟ إذا أراد الله جل على البعث والنشور جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أربعون بين النفختين قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا شهرا قال أبيت قال سنة قال أبيت يعني آبانا أن أجيبكم لأنني ليس عندي جواب أبيت أي أنني لا يمكن أن أجيب وأنا ليس عندي جواب قال أبيت قال فينزل الله ماء من السماء فينبتون كما تنبت البقل ينبتون كما تنبت البقل وينبتون بعجب الذنب ما تبقى منه نحن لا نراه وكونه يقول كما تنبت البقل أنت الآن لو ذهبت إلى الصحراء نعم ووضعت مربعا أو دائرة على مكان ونظرت إليه لما وجدت بذرة أنت ما ترى بذر فإذا نزل من السماء المطر نعم كم يوم ثم نعم ثم يخرج ثم يخرج النبات وأنت حرثت هذا المكان ما وجدت فيه البذر لكن هذه الأجزاء التي ينبت منها النبات موجودة في في هذه الأرض نعم نحن لا نراها ولو حللت لو وجدت ولو حللت لو وجدت لكن نحن لا نراها ولهذا ما ذهب لبعض العقلانيين ومن الذين يردون السنن عندما تتلموا عن هذا الحديث قالوا إلا عجب الذنب قالوا فكيف به إذا احترق وكيف به إذا أكلته السباع وكيف هذا اعتراض وهم لم يفهموا النص وإنما الله جل وعلا جعل في هذا العجب نعم مزية وهي أنه يبقى ولهذا حتى الطب وهذه دراسات غربية ووجد في حتى باء أحد الباحثين اليهود نعم بحث هذه المسألة فوجد أن أول ما يتكون منه الجنين هو عجب الذنب هو العصص من أول ما يخلق منه الإنسان وهذا مستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال منه خلق ومنه يركب ومنه يركب فرسولنا صلى الله عليه وسلم له مزية وهو أن الأرض لا تأكله لا تأكل جسدا لا تأكل جسدا والعجيب أن هؤلاء العقلانيين شوف الإنسان إذا علم ما العقله نعم ورد النصوص فإن النصوص ترتد على عقله بالسفة كيف هؤلاء العقلانيون لم يستغربوا أن الأرض لا تأكل الأنبياء لم يستغربوا جسد كامل لا يستغربون أن الأرض لا تأكل الأنبياء ولا الشهداء يعني عقولهم تقبل أن الأرض لا تأكل الجسد كيف الأصل لو عملت عقلك قلت الأرض تأكل الجسد قبلت عقولهم هذا المعنى لكن أن تأكل الأرض كل شيء إلا شيء هنا عقولهم ما أدركتها كيف أنتم تدركون أن الأرض ما تأكل شيء وتقبلونه ثم نقول لا تأكله إلا شيء ولا تقبلونه فسبحان الله الإنسان إذا أعمل عقله برد النصوص ارتدت عليه النصوص بجعل عقله سفيها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره وأحسن تفسيره فسبحان الله من أضل العقول ومن هدى العقول قال وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم قال وغسل وتنظيف وتنظف وتطيب كذلك يستحب أن يغتسل الإنسان وهذا من عقد الإجماع عليه أنه يستحب غسل يوم الجمعة وهناك أحاديث كثير ومتضافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل جمعة غسل قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وجائد في حديث بن عمر حق على كل مسلم من يغتسل في كل أسبوع مرة وهذا الغسل هو للجمعة عند جمهور الفقهة خلافا لمن قال إنه للأيام كابل حزم الظاهري يعني أي أنه يستحب لمن ذهب إلى الجمعة أما من بقي في بيته أو كذا فإنه ذهبت المشروعية والمشروعية ليست لليوم وإنما هي للذهاب للإستعداد للذهاب ولهذا قال رسول الله لو أنكم تطهرتم لجمعتكم يعني عندما تأتون لو أنكم تطهرتم فهذا تحضير من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغسل وسبق لنا الخلاف في حكم غسل الجمعة في الغسال المستحبة وذكرنا أنه أن الصواب أنه سنة كما هو قول جمهور الفقهة أنه سنة وليس بواجب لكنه سنة مؤكدة قال وتنظف في الغالب أن الفقهة وهذه فائدة أن الفقهة إذا ذكروا التنظف المتون فإنما يقصدون به هو الفطر الخمس أنواع الفطرة يعني ما كان من أنواع الفطرة وهو قص الأظفار وتقليم الشارب ونتف الإبط وحلق العانة في الغالب أنهم إذا قالوا يسألوا اغتسال وتنظف أنهم يتكلمون عن ماذا عن سنن الفطرة تكلمون عن سنن الفطرة وهو كذلك فإنه استحب الإنسان أن يتنظف قال وتطيب وهذا ثابت باتفاق العلماء وقد جاء في حديثه بسعيد الخدري أن نصر صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يدهن ويتطيع وأن يدهن ويتطيب ليجل أن يأتي الإنسان إلى الجمعة وقد حسنت رائحته قال ولبس بياض يستحب أيضا لبس البياض وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب لبس البياض كم يحديث يرعي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم كما عند أهل السنن بإسناد صحيح بإسناد صحيح أنه يستحب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لبسه هو هو البياض وقد لبس غير البياض صلى الله عليه وسلم لكنه كان أكثر أكثر ما يلبس صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولبس الأسود صلى الله عليه وسلم ولبس الأخضر صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر لباسة كان البياض قال وتبكير إليها ماشيا نعم استحب أن يبكر إليها ماشيا غير إمام غير خطيب الخطيب ليسن له أن يبكر وإنما يفعل كما فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأتي إلى الجمعة إلا عند صعوده إلى المنبع أما غيره فإنه استحب له التبكير واستحب له التبكير وقد جاء في التبكير حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما جاء في الصحيم الحديث وراء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال في التهجير من راح في الساعة الأولى فكأن ما قرم بدنه وهذا أكمل شيء ومن راح في الساعة الأولى كأن ما قرم بقرها الحديث فدل هذا على فضيلة التبكير وجاء أيضا في حديث أوس عند النساء وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال من غسل واغتسل وبكر وبكتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها صيامها وقيامها قال العلماء هذا من أشرف الأحاديث ومن أكثر الأحاديث فضيلة يعني أنه لم يعهد مثل هذا الفضل في الأحاديث يتخيل أن الإنسان في كل خطوة يخطوها إلى الجامع له عمل أجر سنة الخطوة الواحدة صيامها وقيامها هذه خطوة خطوتين سنتين ثلاث خطوات عمل ثلاث سنوات أربع خطوات عمل أربع سنوات خمس خطوات عمل خمس سنوات مئة خطوة عمل مئة سنة نسأل الله الكريم من فضله وأن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على عبادته المسألة تحتاج إلى جهاد ويا أخوان لو يفعلها الإنسان مرة ومرتين يعني ينبغي الإنسان ألا يموت نعم إلا وقد ذهب إلى الجامع على رجله يعني ينبغي ألا يفوت على نفسي هذا الأجر ولو مرة ومرتين أو ثلاث مرة في الشهر يفعلها إذا كان مرتبط أو كذا ينبغي الإنسان لا يفوت على نفسي هذا الأمل فلأن الحديث صحيح الحديث صحيح وهذا الفضل فضل عظيم جدا ينبغي الإنسان لا يفوت على نفسي هذا الأمل قال وتبكيرون إليها ماشيا قال ودنون من الإمام سبق أنا في حيث أوس نعم قال ودنى من الإمام ودنى من الإمام جاء في حيث سمر عند أبي داود قال ودنوا من الإمام وحضروا الذكر قال ودنوا من الإمام وحضروا الذكر وفيه الدنو وفيه مصالح عديدة يسمع الصوت وينتبه ويتقدم إلى إلى الصفوف المقدمة نعم أحسن الله لك أحسن الله لك قال رحم الله وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإثار بمكان أفضل لا قبول وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة نعم ومن دخل والإمام يخطب صل التحية فقط خفيفة نعم وعلا نكمل أيضا نحن خفيفة شوي قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة المؤلف رحمه الله يقول يكره لغيره غير من؟ غير الخطيب نعم يعني الخطيب لو أنه لم يكن للخطيب مدخلا إلا من خلف المسجد نعم فإنه يجوز له ولا يكره أن يتخطى الرقاب لأن هذا لحاجة لأن هذا لحاجة فالخطيب مستثنى من هذه المسألة الخطيب مستثنى من هذه المسألة الكلام على المؤمنين وكذلك المؤذن وكذلك المؤذن وكذلك المؤذن فإن المؤذن يحتاج أيضا إلى أن يتخطى رقاب الناس اللي لم يكن له في مقدمة المسجد بابا قال وكره لغيره تخطي الرقاب لماذا؟ لأن فيه أذية لأن فيه أذية وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يكره تخطي الرقاب يكره تخطي الرقاب لما فيه من أذية للناس وقد جاء من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء مرفوعا وموقوفا قال من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا إلى جهنم قد اتخذ جسرا إلى جهنم وقال أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه لأن أترك الجمعة وأصليها ظهرا حبوا إلي من أن أتي إلى جمعة فأتخطى رقاب الناس ولهذا جاء في الصحيحين شوف جاء في الصحيحين في هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى إلى الجمعة وبكر إليها ولم يفرق بين اثنين وفيه كانت له كفارة بين الجمعات فجعل حصول الأجر مشروطا بماذا؟ بأن لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى ولا يتخطى رقاب الناس وجاء الحديث الحديث صلى ما كتب له كذا قال وكانت له كفارة بين الجمعات فجعل هذا مشروطا عدم تخطي رقاب الناس جعله شرطا لحصول هذا الأجر ولهذا أيضا جاء عند أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تخطى برقاب الناس فكأنما يجر قصبه في نار جهنم نسأل الله السلام وهذا كل يعني تشديد كثير سواء كانت حديث موقوفة أو مرفوعة سواء كانت حديث مرفوعة أو موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يشددون في تخطي رقاب الناس لما فيها من الأذية ولهذا في حديث جاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت فقد آذيت أي آذيت الناس بالتخطي قد آذيت بالتخطي لكن إذا وجدت الفرجة من غير التخطي يعني بأن ما يجعل الآن في أكثر المساجد يجعل طرق نعم يجعل طرق عن اليمين وعن الشمال هذا لا يشكال فيه الإنسان يذهب مع الطرق ويأتي إلى هذه الأماكن ويمشي بين الصفوف هذا لا يشكال فيه الإشكال هو الأذية الإشكال هو الأذية هو أن تتخطي الرقاب أو كان هناك مسار يعني بين شخص وشخص مسافة هذا لا يسمى تخطي الرقاب ولهذا قال تخطي الرقاب يعني يحتاج الإنسان إلى أن يزحم من بجعم النعمين ويزحم من من يساره وعن يساره وهذا يا إخوان يدلنا على شرف هذا الدين في كيف احترام الناس وكيف يعني تقدير من تقدم وأن المسألة ليست هي على سبيل الاعتداء وعلى سبيل يعني الغلبة ليس هو لم يأتي الدين له هكذا وإنما الدين أتى وجاء بالأخلاق العالية وجاء بالأخلاق العالية يعني حقيقة نرى بعض الناس عندما يأتي يوم الجمعة متأخر ثم يتقدم ويتقدم ويتقدم ويتخطى الرقاب ويتخطى الرقاب وهو لا يرى فرجة وإنما هو يبحث عن فرجة وهو لا يرى فرجة وإنما هو يبحث عن فرجة ولهذا القول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد رحمه الله ذهبوا إلى أنه يحرم وليس يكره واختارها ابن المنذر رحمه الله تعالى وشيخنا ابن عذيمين أنه يحرم وليس يكره لماذا؟ لأن الأدلة التي وردت فيها فيها وعيد وتشديد وتهديد هي ليست فقط يعني كراهية وإنما فيها فيها تحديد ونوعيد وتشديد على التخطي فرجح ابن عذيمين الشيخ ابن عذيمين رحمه الله أن التخطي محرم وليس مكروها أنه محرم وليس مكروها المؤلف رحمه الله قال يعني إذا كان هناك ترجح إذا كان هناك فرجة فإنه جائز إذا وجد هناك فرجة فالتخطي جائز ولهذا قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به أي بالتخطي وهذا هو المشور ماذا بأحمد رحمه الله أنه إذا وجدت فرجة فإنه يجوز لماذا يجوز مع أن فيه أذية قالوا لأن من جلس هو من ومن تسبب لنفسه بهذا التخطي يعني كان المشروع له هو أن يذهب هو إلى هذه الفرجة وأن لا يترك هذا المكان فارغا فالناس هم الذين أخطأوا وليس هذا المتخطي وهذا شيء ظاهر هو أن الناس أحيانا تأتي ويصفون في الصف الأخيرة ويحجزون الطريق والصف المتقدمة وهذا يحدث في مكة غالبا الصف المتقدمة يجلسون في الغالب عند الأبواب حتى من حينما يصل للجمعة ويسلم نعم يخرجون بينما هو في الصفوف المتقدمة نعم هناك صفوف كثيرة فارغة فهؤلاء هم الذين سببوا لأنفسهم بهذا التخطي فهم الذين اعتدوا وليس هذا الحنابل قالوا لا يصل إليها إلا به وقيل بأنه يحرم ولو كان هناك فرجة وهذا ضعيف وهو رواية في مذهب أحمد رحيمه الله والصحيح أنه إذا وجدت الفرجة وأنت تراها نعم أنت تراها أو أنت تعلم علم اليقين أنها موجودة نعم فلا يحرم بل هذا ولا يكره بل إنه يجوز التخطي لماذا؟ لأنهم من تسببوا بالتخطي وهم معتدون بجلوسهم وترك الصفوف المقدمة إلى هذا المكان ولهذا قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به ثم قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول وإيثار بمكان أفضل لا قبول أيضا يحرم إيثار بمكان أفضل ما معنى إيثار بمكان أفضل؟ يعني أنك تقول لشخص تقدم للصف الأول أنت في الصف الثاني توية فتقول له اذهب أنت وهو يقول اذهب أنت قال يكره الإيثار لماذا؟ قال لما فيه من معنى الاستغناء عن الأجر كأن الإنسان مستغن عن الفضيلة ولا أحد يستغني عن ثواب الله تلا وعلا والإيثار فيه تفصيل حقيقة الحنابي ليكون يكره مطلقا حتى ولو كان أباك وهي نص لما أحمد رحمه الله سئل قال الرجل فيأتي هو وأبوه هل يقدمها عليه؟ قال لما أحمد رحمه الله يبر أباه بغير هذا يبر أباه بغير هذا وقال لهذا الفقه قاعد قاعدة لا إيثار بالقرب لا إيثار بالقرب ابن قيم رحمه الله جاء على هذه القاعدة فنقضها وأطال فيها الكلام وقال إن هذه القاعدة غير مضطردة غير مضطردة وإنما الأمور بحسبها أحيانا الإيثار يكون ثوابه أفضل من أفضل من أخذ الأجر قال وقد ثبت عن عائش رضي الله تعالى عنها أنها آثرت عمر بن الخطاق في مكان قبرها فإن عائش رضي الله تعالى عنها توفي رسوله صلى الله عليه وسلم فقبر في موضعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم في حجرته ثم مات أبو بكر فوضع فيه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء عمر رضي الله عنه طمح رضي الله عنه ورغب أن يكون عند صاحبه رضي الله عنه وارضاه لكنه لا يعرف كيف يكلم عائش رضي الله عنها وعائش رضي الله عنها كما في الموطة كانت قد رأت رؤية رأت أن ثلاثة نجوم في السماء سقطت في بيتها في حجرتها فقصتها على عائش رضي الله عنه فسكت رضي الله عنه وارضاه فلما حضرت عمر الوفاة أرسل رسوله إلى عائشة يستأذنها فقالت إني كنت قد أعدته لنفسي وإني أوثرك به فيقول ابن القيم رحمه الله آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بأن تكون بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب بيها أين لا إثار في القرى فكانت هذا تفسير الرؤية وأنهم يقبرون في في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاه وأيضا استدل ابن القيم رحمه الله بأنه في الغزوات كان الرجل يصيبه الجراح ثم يؤتى له بالماء وهو يكاد يموت ثم يقول به ثم يقول اذهب به لا غير هذه ليست قربة بل هذه صيانة للنفس وأمر واجب أن يصون الإنسان نفسه لكنه يرجو شيئا أفضل فابن القيم رحمه الله جعل قاعدة وهي أنها لا إثارة في القرى الأمور بحسبها فإذا علمت أن أباك مستوين عندها الأمر مثلا انقدمت أو لم تقدم فحصولك على الصف الأول أفضل وإذا علمت أن أباك استشرف ويجد في نفسه عليك أنك تتقدم عليه فلا شك أن البر وأجر البر أولى من من أجر من أجر التقدم فالأمور بحسبها الأمور بحسبها فلا نقول قاعدة أنه لا إثارة في مكان القرب يطلق وإنما القرب تختلف باختلاف أحوالها قال لا قبول ما معنى لا قبول أي لا قبول القربة يعني يكره الإثار لكن قبول القربة ليس فيه منه لأنه قال واحد تقدم يستحب لك أنك تقدم لا تقول الله هذا فيها منه من هذا الشخص نعم أن يكون هذا منه من هذا الشخص أني أقدمني وأخذ علي المنه لا بل هو القبول أولى في مثل هذه المساء قال رحمه الله تعالى وحرم أن يقيم غير صبي نختصر قليلا قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه نعم حرم أن يقيم غيره من مكانه الذي جلس فيه وهذا الأشكال فيه لأن هذه من الاختصاصات والحقوق فمن جاء إلى مكان فهو أحق به قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه كما في صحيح مسلم نعم وهذا ما يسمى عند الفقهة بالاختصاصات يسمونه بالاختصاصات يعني مكان مختص له هو لا يملكه لكنه يختص يختص به فمن تقدم إلى مكان وانجلس فيه فهو مختص به ولا يستطيع أحد أن يقدمه أن يأخذ مكانه لأنه له وهذا الباب يبحث فيه باب إحياء الموات سيأتينا إن شاء الله باب إحياء الموات هذه المسائل كلها يسمى باب الاختصاصات وهي مسائل طويلة وهي مسائل طويلة جدا في الاختصاص الضيف إذا قدم له اختص به ولو لم يؤذن له ومن جلس في بسطة لبيع المكان ووضع بسطته في مكانه يعني أيضا هو مختص به وهذا مسائل طويلة سيأتينا إن شاء الله في باب إحياء الموات قال وحرم أن يقيم من مكانه غيره من مكانه فيجلس فيه يعني أن يجلس في هذا المكان لأنه اختص به المؤلف رحمه الله يتكلم عن الجمعة لو جاء شخص وقال لشخص تعد تعد لأنه لا يجوز له أن يقيمه من مكانه لا يجوز له أن يقيمه من مكانه الذي جلس فيه بل إن أهل العلم اختلفوا في صحة صلاته لو أنه جلس في مكانه هذا وصل فيه اختلف العلماء في صلاته لماذا؟ لأنه لأنه غاصب لأنه غاصب والعلماء اختلفوا في صلاة الغاصب أنت الآن اقتصدت هذا المكان فاختلف العلماء في صحة الصلاة في صحة الصلاة وينبغي لنا أن ننبه أيضا إلى حجز المكان يعني أن الشخص إذا جلس وصل فيه ثم وضع عليه سجادته أو وضع فيه شيئا له فإنه أحق به ولا ينتفي هذا الشيء بذهابه إذا كان قد ذهب مثلا كرمكم الله وكرم بيته لدورة المياه أو رجع ليتكئ ويرتاح أو رجع ليأخذ حاجة أو رجع ليكلم أو يقضي حاجة أو ما شابه ذلك فإنه لا ينتفي عنه استحقاقه لهذا المكان لا ينتفي عنه استحقاقه لهذا المكان ولهذا إذا رأيت شخص قد فرش سجاده لا يجوز لك أن تزيلها إلا إذا علمت أنه قد وضعها بالأمس وليس هو الآن وضعها لأنه لا يجوز الإنسان أن يحجز الأمكنه ومغاصبون أن هؤلاء الذين يجعل المكان له ويذهب ينام وقد وضع مكانه ليس له حق بل هي غصب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الإنسان ومكانه وكما يوطن البعير يعني أن يجعل لهذا المكان له وليفلان لا يأخذها إلا هو إلا مكان الإمام ومكان المؤذن فهذه الشريعة جعلت لهم مكانا محددا لكن غيرهم ليس له ذلك أن يجعل لهذا المكان يذهب إلى بيته ويذهب إلى دكانه ثم يأتي وقد وضع مكانه ليس له هذا هو غاصب ويخشى عليه أن يكون في صلاته من الغاصبين يعني أحل الخلاف في صحة الصلاة لكن لو أنه صلى في هذا المكان ثم رجع أو ذهب ليقضي حاجته أو ليتكئ أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه المؤلف يقول غير صبي غير صبي لماذا؟ لأن الصبي يجوز الصبي عندنا على قسمين القسم الأول الصبي الذي لم يميز صبي الذي لم يميز فهذا لا حكم الأول لأن صلاته لا تصح أما الصبي المميز فالفقه يقولون يجوز للشخص أن يؤخر الصبي ويجلس مكانه وهذا هو المشهور من مذب أحمد رحمه الله واستدلوا على هذا بما رواه لم أحمد المسندة ذكر قصة لقيس بن عبادة قصة عجيبة وهو أن قيس بن عبادة قال جئت إلى المدينة لأرى وألتقي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحبهم إلي أبي بن كاب رضي الله عنه ورضاه قال فدخلت المسجد فجلست فيه فخرج عمر ليصلي بالنس وخرج معه الصحابة فصفوا قال فجاء رجل فنظر في القوم فرآني فلم يعرفني فنحاني عن مكاني قال فنحاني عن مكاني كان صبيه وكان صغيرا لكنه ميزا قال فنحاني عن مكاني فما عقلت صلاتي وجدت في نفسي شيء عظيم كيف أخرني هذا الشخص وأنا سبقته إليه قال فنحاني عن مكاني فما عقلت صلاتي ثم صلى فيه فلما انتهى من صلاته سلم عمر رضي الله عنه التفت إليه فقال يا بني لا يسوءك الله فإني ما أخرتك عن جهاله ما بعدتك عن جهاله وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا صففنا خلفه أن يصلي خلفه المهاجرون والأنصار قال فسألت منه فقيل أبي بن كعب يعني شوفه جاء يعني يعني أحب الناس إليه أبي بن كعب فوقعت مع أبي بن كعب هذا الشخص الذي جاء جاء ليراه رضي الله عنه وأرضاه واستدل الحنابل أيضا يحيط في مسعود البدري في صيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى قال ثم الذين يلونهم المجد أبو البركات والمرداوي رحمه الله وهو شيخ المذهب يعني في الانصار قالوا إن الصواب ليس أن يوخر الصبي المميز وإنما هو أحق بمكانه الذي أتى إليه أحق بمكانه وهؤلاء الشيخ المذهب قالوا هو أحق به لأنه تقدم وأما حديثه في مسعود البدري ليالني منكم والأحلام والنهى فقالوا إنه إنه المقصود به التبكير ليالني يعني فيه تحضيظ للتبكير لكن يشكل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين يلونهم يعني كيف ليالني منكم والأحلام والنهى يبكرون كذا كذا واللي أقل ثم الذين يلونهم هذا إبعاد للمعنى وإنما هو المقصود ثم الذين يلونهم أي في الصفوف لكن بالنظر للمسألة نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الأحقية وعن المآلات فإذا علمنا أن الصبي يجد في نفسه ويكره مثل المسجد ويكره الناس ويكره الصلاة أو يقع في نفسه شيء فالمصالح مقدمة حسب الأعلى ثم الأدنى مصلحة تحبيب الصبي إلى المسجد وأجلاسه فيه أولى من مصلحة غيره فإذا علمنا أن هذا الصبي يتأثر وقد يجد في نفسه حاجة على الناس وعلى المؤخر فإنه الأولى أن يترك في مكانه كان بيودنا الحقيقة هنا نكمل لكن نقف على هذا ونكمل الشرع لأننا بقي عندنا أيضا مسألة كبيرة وهي حكم الكلام حال الخطبة وتهية المسجد نقف على هذا ونستقبل الله سلام نعم الشيخ اسمع ما اسمع أي لا 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 شك هو متأكد يوم الجمعة لكن التخطي إن كان فيه إذا فهو داخل في الإذا هو التخطي ولا شك أنه في يوم الجمعة ولهذا حتى نعم مالك رحمه الله قوله هو أن التخطي ممنوع حال الخطبة رحمه الله لكن الصحيح أن الحكمة من النهي عن التخطي هو الإذا فإذا وجد الإذا فهو ممنوع سواء كان في خطبة أو غيرها لكنه متأكد في يوم الجمعة متأكد في يوم الجمعة نعم من المغربي ليلة الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة نعم نعم ما في حديث عن رسول السلام بأنه يقول صلوا أربعاً صلوا ستاً صلوا ثماناً لأن في الجمهور كما ترى يقول أربع حدد هذا الجمهور بدون تحديد نعم بدون تحديد وهذه هي المسألة هل هناك تحديد بحيث أنه يقال للنسان إذا تصلى ركعتين وجلس نقول لا الأفضل لك أن تصلي أربع هذا هي هذه المسألة الجمهور يرون أن السنة أن تكون أربع ركعات إلا بسلام إلا بسلام كضحى بسلام أربع ركعات طبعاً أصل المسألة هي هل يسلم أم لا يسلم هذه مسألة أخرى سواء كانت في يوم الجمعة أو في غيرها لأن الحديث صلى أربع اللمي لم يجس بينهما هذا ضعيف هذا عند النساء هو حديث ضعيف نعم الفصل الدنو نعم لا 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 الصف الأول أفضل الصف الأول أفضل إلا إذا كان السماء إذا ابتعت لا تسمع فلا شك أن السماء عولى من ملاحظات الصف الأول لكن إذا كان السماء الإمام حاصل فالصف الأول هو فضيلة وكذلك استقبال الناس للخطيب يعني القرب منه استقباله يعني أن نحن تكلمنا عن رؤية الخطيب الاتفاة الخطيب لكن هل الناس يرتفتون إلى الخطيب؟ نعم الأولى للسامع أن ينظر إلى الخطيب ولهذا جاء في صحيح البخاري معلقا بحيث بن مسعود أنه قال كنا إذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر استقبلناه بوجوهنا استقبلناه بوجوهنا حتى حكم المنذر الإجماع على أنه للأولى للناس أن يقتربوا وأن ينظروا للخطيب لأنه أدعى للفهم والعقل والسماع لأنه إذا رأى الإنسان المتكلم فإنه يفهم منه ويعقل وكون الناس ينظرون إليه وإذا كان سيفهم أكثر ويعقل أكثر في خطبته لا شك أفضل لا شك الصف الأول أفضل هذا لا إشكال فيه إلا إذا كان لا يسمع إذا كان لا يسمع فإن سماع الخطبة مقدم على الصف الأول بحيث أنه لو ابتعد ولا يسمع الخطبة نقوله دنو من الإمام ما يحقق الدنو من الإمام ما يحقق الصف الأول مقدم هو الصف الأول ولهذا الملائكة يوم الجمعة تكتب الأول فالأول صف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهذا وجاء في حديث بمرضي الله تعالى إلا أن يستهموا لا يستهموا عليه لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول لا شك أن الصف الأول مقدم من مغربي ليلة الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة ليلة الجمعة في حديث أوليلتها لكنه ضعيف لكنه يوم الجمعة يدخل من غروب الشمس وكذلك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الشافعي يحب في ليلة الجمعة وفي يومها الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسنت نعم هو ذلك صحيح صحيح هو ذلك هو كذلك الحين سعوده هذا موضوع دعاء الجلوس بين الخطبتين هذا موضوع دعاء إذا انتهى من خطبته هذا موضوع دعاء إذا وقيمة الصلاة هذا موضوع دعاء في الصلاة هذا موضوع دعاء ولهذا في حديث بريرة هو قال وهو قائم يصلي حديث براية الصحيح قال إن في يوم الجمعة الساعة لما فقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فهذا الذي جعل بعض العلماء يرى أنها في في بعد يعني في صلاة الجمعة وبي بن كعب قال إنها في آخر في آخر النهار فقيل يرحمك الله قال وهو قائم يصلي وهي لجسة ساعة صلاة فقال رضي الله عنه إن المرء إذا صلى وجلس فيه مصلاة فهو في صلاة ما جلس فيه مصلاة فجمع بين الثانين نعم إذا أمر الخطيب نعم إذا أمر الخطيب كذلك نعم إذا أمر الخطيب نعم صحيح هذا يستثنى الصحيح فيها ثلاثة أقوال لكن الصحيح إنه من طلوع الشمس من طلوع الشمس تبدأ الساعات اليوم مالك رحيم هذا الصحيح واليوم مالك رحيم والله يرى أنها من التهجير يعني عندما يرتفع النهار ويشتد لكن الصحيح أنها من طلوع الشمس انتهى الوقت نعم ما اسمعك هذا الصحيح هذا ظاهر الحديث 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 قال لنا أجر عظيم لا شك أنه له أجر وله خير وله لكن رسول الله قال من السيارة من علمائنا من قال بأن السيارة لا حكم المشي يعني من علمائنا من قال ذلك لكن كما قلت ينبغي الإنسان أن يفعلها في الشهر مرة في السنة مرة يعني ينبغي أن لا يفوت هذا الخير عنده واحد في السؤال هنا نعم نعم قيل بأن من غسل واغتسل أي نعم الزوجة يعني غسل واغتسل أي أنه سبب لغيره بأن يغتسل وهو الزوجة وقيل من غسل واغتسل للتأكيد كما في قوله بكر وابتكر يعني للتأكيد فقط وقيل من غسل واغتسل أي توضأ واغتسل غسل أي توضأ واغتسل أي غسل وقيل إن من غسل أي غسل الوضوء واغتسل اغتسال الجنابة اغتسال الجنابة أكيد من فعل الاستحمام أتى بهذا الحديث من فعل الاستحمام أتى بهذا الحديث لأن قوله بكر وابتكر بنفس المعنى التأكيد اللهم علمنا ما ينفع ونوصل رسول الله وسلم على محمد وعلى الله وصحبه أجمعين طبعا اليوم هناك محاضرة للشيخ لا أدري فيه محاضرة بعد العشاء فألغوا الدرس العشاء